موسيقى اللي بنشوفهم ونسمع عنهم ولا يعودوا على الهاوي ولا يشتغلوا بالطبية ولا يسرقوا ولا يدوروا برضو على فرص عمل تاني يستنوا برضو من الحكومة ولا هيعملوا ايه بالزبط الان الشباب دمر بشكل كامل الشباب دلوقتي يعاني الشاب كان دلوقتي شغال كان بيزرع كان ده محاجة مشروع بيستثمر فيه اصبح الان بلا مشروع بلا هدف بلا حياة خالص قرى بيفقد انتماؤه للبلد لسبب ان حاس ان البلد بتحارب ازاي انا بستصلح ازاي انا بشتغل وبجد وفي نفس الوقت بلاقي الدولة بتحاربني حتى في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له حتى نص القانون المدني قال ان من احيا ارضا ميتة فهي له فازاي ان احنا نبعارفين الكلام ده وفي الاخر ما بنطبقهوش خط المياه ده طبعا المستدام خط المياه ده تكلف عالي احنا اللي بنعمل كل حاجة احنا اللي عملنا الخط الخط ده يكلف لوحده يوجد اكتر من 400 الف جنيه عشان تجيبهم مياه وتعمل خط رئيسي يغزي كل الارض هنا يكلف اكتر حوالي نصف مليون جنيه بدون مساعدة اي حاجة ولا في حاجة بس يسكون في حاجة لكن بقى تكلف كل فتال واحده من تمئيه شاف انت الارض عالي وواطي ايو سبب سمات بلدين غير نتقلب عن ملوحة ومحلف كتيرة حدد كتير جدا فده يكلف حوالي 30 الف علشان نبدأ نزرع ويزرع كم سنة كمان علشان نتقف بتاحته ويبدأ يدي امتاك عن قول كم سنة ما بجدتك اي صعوبات اللي تقوم لما يجيبهم تستصلحوا عرضه حوالي عشر سنين او اثناشر سنة الصعوبات طبعية الارضة عالي وواطي زي منتفاعي وخط مياه مجلب جدا جدا ومرهق لاي حد علشان الواحد بيبيع المورة ولو ده ما علشان يشتن زي ان يثبت الملوحة اللي هنا عالية فنستعمل محلية واني مكلفة كلمة اخيرة الحكومة الحكومة محسسنا ان احنا يعني مش حكوم علشان متشرفة وتشرفة على البلد وتهيئ الوضع للمواطنيين لا ده احنا حسين ان احنا اعداء مصاب بعض بيحربونا مش بيدعمونا المفروض المسؤولين ينزلوا يبصوا يشوفوا الناس يشوف الناس حال يتعامل ازاي يشوف الناس تعمل ازاي يشوف الناس اوي يساعدوها مش اوي مش حالتها اوي اقول خاطر مفروض المسؤولين انه هم يعني احنا دلوقتي وصلنا نبقلهم وصلنا بعين الرحمة والعطف يعني كأنهم قالها يعني احنا وصلنا الحال خلاص مدى ماشلا في الاختالي من القابل والنظر فيها واما ننحيق السخر واطلع اكل تعيشنا اما ننحيق السخر اطلع اكل تاعيشنا اشتركوا في القناة